اشتركوا في القناة لا تقدر علي مية صلي على الحبيب أنت مستشعر الجمال تستشعر أن الجمال رجع إليك مرة أخرى أي موقف يأتي قبل أن تتصرف قل لو أن سيدي بجانبي كيف كان يحب مني أن أتصرف في البداية ستقول لو أن سيدي إلى جانبي ثم ستجد سيدك إلى جانبك ثم ستجد ما كان يتكلم عنه الشيخ محمود قبل الفجر ستجد أن سيدك فيك وعلموا أن فيكم رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم فيهم منهم من أنفسهم ما تكفيك آية ولا آيتين ولا ثلاثة طب متى بتفهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتنتقل من أنك تستشعر لو أنه جنبك كيف كان يحب أن تتصرف كن معه على نفسك هي غاضبة هي زعلانة نفسك تريد شيء وحبيبي يريد شيء أنت ما حبيبك أو مع نفسك ومال الحب يكون كيف كيف يكون هو الحب كن معه عليك كن معه عليك كن معه عليك أحسن لك أرقى أنقى وترتقي نفسك وتكون هي معه بعد ذلك فستكون معها معه في البداية هي مشاغبة مشاكسة وعاملة فيها معصلة جمع طيب أنت مش عاوزة مش راضية تمشي معه طب أنا سيبك ومشي معه ما تسمعها لما هي تلاقي نفسها تبقى وحدها يلا وراهم تغسل هي بهذا النور وتصبح هي أيضا فيها الجمال يا أيتها النفس المطمئنة تصبح تطمئن راضية مرضية كاملة ترتقي تلهم ألهمها تعيش المعاني هذا تصبح نفسك هي أصدر مصدر للجمال فتستشعر أنه فيك صلى الله وسلم وبارك عليه في هذا المعنى يقول سيدي بن عطاء سيدي المرسي أبو العباس سيد المرسي أحمد بن عمر الخزرجي رحمه الله ونفع النبي يقول لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين عجب عجب قالوا للإمام العارف عمر بن عبد الرحمن العطاس يقول له هذا كلام كبير كيف يمكن الواحد ما يغيب عنه النبي طرفة عين قال له كيف يغيب عننا قال له كيف يغيب عننا وهو أصل وجودنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فالله الله في بحث معنا للجمال الله الله في البحث عن ذوق الجمال الله يذيقنا وإياكم حلاوة هذا الجمال يا رب أشرقت شمس شمس حسية في هذا السماء على هذا البلد المبارك المنور المطيب بسيدنا الحسين والسيدة زينب والأزهر وأهل الله وبأهله المحبين يا رب أشرقت الشمس على هذه الأرض فأذل لشمس وصاله أن تشرق على آراض قلوبنا يا رب يا رب يا رب يا رب أشرقت الشمس